كعب بن زهير بن أبي سلمة رضي الله عنه الذي كتب البردة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبيه زهير بن أبي سلمة كان كلاهما مسكونا إذا جاز التعبير بالموت أبوه من قبل قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حول الله أبا لك يسأمي يعني أنا عيشت ثمانين عاما متتابعات رأيت فيها من الحروب بين عشيرتين وطبعا قصة مع هارم بن سينان فجاء ابنه فقال المعنى تقريبا بطريقة أخرى أن الحياة في النهاية ستنتهي حتى لو طالت ثمانين عاما مثل ما طالت على أبيه قال كل ابن أنثى وإن طال الزمان به يوما على آلة حدباء محموله واستخدم الجملة المعترضة ابن كعب بن زهير واستخدم قبله أبوه هذه الجملة المعترضة فأما جملة زهير فقوله سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك هذه اللا أبا لك يسأمي جواب الشرط لمن يعيش في حين أن ابنه استخدم جملة معترضة أطول ما بين المبتدى والخبر فقال كل ابن أنثى هذا المبتدى وإن طالت سلامته كل هذه يوما على آلة حدباء كلها جملة معترضة ثم قفلها فقال محموله موسيقى موسيقى